نجوم الزمن الجميل دائما بنسعد بأعمالهم المختلفة التي تبعث على البهجة والسعادة وتظهر البسمة على وجوه الجميع فمعظم هذه الأعمال يكون لها هدف ورسالة وإحنا معنا مجموعة من الصور الجميلة لأجمل نجوم زمان أول صورة معنا للفنان الراحل محمود المليجي فقد تزوج من الفنان الراحل علوية جميل في عام 1939 واستمر هذا الزواج لسنوات طويلة حتى وفاتهما وقال ابن شقيق محمود المليجي أن علوية جميل كانت شخصيتها قوية وتسيطر على عمه ويحترم أراءها وخاصة عندما عرف أنه لا يستطيع الإنجاب كرم مطوع وزوجته الفنان سهير المرشدي فقد تزوج كرم مطوع سلس مرات المرة الأولى كانت من سيدة أجنبية وأنجب منها عادل وكريم ثم تزوج للمرة الثانية من الفنان سهير المرشدي وأنجب منها ابنته حنان مطوع ثم تزوج للمرة الثالثة من الإعلامية مجد عاصم صورة جميلة بتجمع بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلسوم وقد تعاون معا في عام 1964 في أغنية من أجمل أغانيها وهي أغنية انت عمري التي أعجبت بها كثيرا عند سماعها سمي جمال وصورة جميلة لها أثناء تواجدها في المطبخ وسمي جمال من موليد بني سويف في 22 أغسطس عام 1924 وتوفيت يوم 1 ديسمبر عام 1994 عن عمر 70 عاما كوكب الشرق أم كلسوم وصورة جميلة لها وهي تدعب أحد الأطفال من أقاربها وكان معروفة عن أم كلسوم أنها بتعشق الأطفال وبتحبهم جدا الفنان الراحل رياض الأصبجي وصورة مع زوجته وأسرته وهذه الصورة تم التقاطها في راس البر ورياض الأصبجي قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة مع إسماعيل ياسين وعرفة بشخصية أشا وشعاطية مصطفى متولي وصورة جميلة له في البدايات ومصطفى متولي من موليد كفر الشيخ في 29 أغسطس عام 1949 وتوفي يوم 5 أغسطس عام 2000 عن عمر 50 عاما موسيقر الأجيال محمد عبد الوهاب وصورة بتجمعه مع العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ وقد لحن عبد الوهاب مجموعة من الألحان المتميزة للعندليب الأصمر عبد الحليم حافظ ومن أبرز هذه الأغنيات أغنية فاتت جنبنا وأبالك يوم ميلادك وعشانك يا أمر وظلمو يوسف شعبان وصورة جميلة له في البدايات ويوسف شعبان اسمه بالكامل يوسف شعبان شحة شميس من موليد شبرى في 16 يوليو عام 1931 وتوفي يوم 28 فبراير عام 2021 عن عمر 90 عاما سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير يوسف واهبي وصورة من كواليس فيلم الحب الكبير الذي تم إنتاجه عام 1968 وكان من بطولة الفنان الراحل فريد الأطرش وكان بيشاركهم البطولة إيمان وعبد السلام النبولسي عبد الحليم حافظ وصورة مع الموسيقر الراحل بليغ حمدي وبليغ تعاون مع حليم في العديد من الأعمال الفنية ومن أبرزها أغنية أي دمعة حزن له وتخنو وموعود وردة الجزائرية وصورة جميلة لها أثناء الطفولة والفنانة وردة اسمها بالكامل وردة محمد فاتوكي من موليد باريس في 22 يوليو عام 1939 وتوفيتم 17 مايو عام 2012 عن عمر 72 عاما سمي جمال وبليغ حمدي وصورة جميلة لهم أثناء الخطوبة وقبل زواجها من رشدي أبازة ارتبطت بالموسيقار بليغ حمدي ولكن بعد فترة قصيرة من الخطوبة تم الانفصال وتزوج من الفنانة وردة وتزوجت هي من الفنان الراحل رشدي أبازة صورة من كواليس فيلم بين السماء والأرض الذي تم إنتاجه عام 1959 وكان من بطولة الفنانة هند رستوم وعبد السلام النبولسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج المخرجة الكبير صلاح أبو سيف صورة جميلة لنجوم الزمن الجميل أثناء ممارستهم رياضة قرة القدم في إحدى النوادي في وقت الفراغ وبيظهر في هذه الصورة فريد شوقي ومحمد فوزي وصلاح زلفقار صورة من أحد الحفلات الفنية وبيظهر في الصورة الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة شوي قار ويوسف وهبي ودولة أبيض ومحمد عوض الجميلة مديحة يسري وصورة جميلة لها ومديحة يسري اسمها الأصلي هنوم حبيب خليل علي من موليد القاهرة في 3 ديسمبر عام 1918 وتوفيت يوم 30 مايو عام 2018 عن عمر 99 عاما عز الدين زلفقار وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وصورة جميلة أثناء زوجهم فقد تزوج عز الدين زلفقار من فاتن حمامة في عام 1948 واستمر الزواج بينهم حتى عام 1954 وتم الانفصال بعد ذلك ناديا لطفي وسورة جميلة لها في البدايات وناديا لطفي اسمها الأصلي بولة محمد مصطفى شفيق من موليد حي عبدين في 3 يناير عام 1937 وتوفيت يوم 4 فبراير عام 2020 عن عمر 83 عاما صورة جميلة من أحد الاحتفالات الفنية وبيظهر في الصورة الموسيقار أحمد فؤاد حسن والفنانة وردة وعبد الحليم حافز وبليغ حمدي الموسيقار الراحل رياض الصنباطي وصورة جميلة له مع زوجته أيام شبابه ورياض الصنباطي من موليد محافظة دميات في 30 نوفمبر عام 1906 وتوفي يوم 10 سبتمبر عام 1981 عن عمر 74 عاما صورة جميلة بتجمع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مع زوجته السيدة سوزان مبارك ومحمد حسني مبارك من موليد المنوفية في 4 مايو عام 1928 وتوفي يوم 25 سبراير عام 2020 وهو الرئيس الربع لجمهورية مصر العربية صورة جميلة للفنانة الراحلة هند رستم بالحجاب ووضح من الصورة أن جميع الحضور محجبات وهند رستم شكلها في الحجاب رائع جدا شيرين ردة وصورة جميلة لها أثناء الطفولة وبيظهر في الصورة مصمم الاستعراضات الراحل حسن عفيفي ومعهم في الصورة إحدى رقصات فرقة رضا سامية جمال والفنانة صباح وصورة بتعبر عن الصداقة اللي كانت بتجمع بينهم وهم الإسنان تزوجها من نفس الرجل وهو الفنان رشدي أبازة وتم الانفصال بين صباح ورشدي أبازة بعد أيام من زوجهم أما زواجه من سامية جمال فكانت زيجة العمر واستمر الزواج لمدة 17 عاما ولكن تم الانفصال بعد ذلك والد الفنان الراحل إسماعيل ياسين وهو ياسين إسماعيل علي نخلة ووضح من الصورة أن في تشابه بينه بين الفنان الراحل إسماعيل ياسين ولكن تشابه بسيط جدا وكان والد إسماعيل ياسين يعمل صائغا وتوفيت والدة إسماعيل ياسين وهو طفل صغير فتزوج والده من امرأة أخرى وقد أفلس والد إسماعيل ياسين ودخل السجن فاضطر إسماعيل ياسين أن يترك الدراسة وكان وقتها إسماعيل ياسين في الصف الرابع الابتدائي وعندما وصل إلى 17 عاما اتجه إلى العمل الفني وتوالت أعماله الفنية إلى أن توفي الفنان الراحل إسماعيل ياسين في 24 مايو عام 1972 عن عمر 60 عاما ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة شكرا جزيلا لحسن المتابعة